بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا العزاء اهلا ومرحبا بكم في شابتر 2 بنتكلم هنا على برامتر مهم جدا اللي احنا بنسميه اللي هو K مضروف في LU LU it measures the clear distance between floors K a factor which represents the ratio of the distance between points of zero moments in the columns يبقى ده the two parameters بتاعة l-effective length اللي هو K في LU the general assumptions are number one structure consists of symmetric rectangular frames number two the girder moment at a joint is distributed to columns according to their relative stiffness بمعنى انا عندي frame ده الجردر وده الكولم لو في مومنت المومنت ده بيتوزع على الجردر وعا الكولم according to the stiffness اللي هي EI number three all columns reach their critical loads at the same time بتوصل الماكسيمم لود بتاعها add the same time طيب عندنا مثال هنا عايزين نطبق عليه الفكرة بتاعة اللي pressed والأنبريست كولمز انا عندي floor اللي floor دوت الديمنشن بتاعته عشرين في عشرين عندي two sheer walls. السيكنس تلاتين سنتي والطول خمسة متر طبعا في سيمترية في الشير وولز وبالنسبة للكولمز اللي عندي. الف سي يو اللي شغالين عليها خمسة وعشرين ميجا باسكال. الهيط بتاع الجراوند فلور خمسة. الهيط بتاع التيبكال فلور ثلاثة. النمبر اوف فلور زا عندي بيساوي تسعة. الريكوايرت فايند افزا كولمز ار بريست. مقيدة. اور انبريست. ان بوز ديريكشنز اللي هي اكس واي. طب حنتعامل ازاي مع المسألة ده? فبنقول عندنا الشير وولز موجودة فين? في اي ديريكشنز موجودة في ال اكس ديريكشن. طب عند ال واي ديريكشنز يبقى الكولمز ار عن بريست. قادة ال اكس ديريكشن حنحسب الفة. الفة بتساوي اتش بي جزر ان عالصميشن بتاع اللي اللي هو اي اي. طبعا دي الادوار اللي عندي لو ما ترسع ادوار. الدور الارضي خمسة متر. لكن بقيت الادوار كل دور تلاتة متر. يبقى الاتش بي اتش وان بلاس ان مينس وان في اتش تو. اتش وان بخمسة عندي عدد الادوار تسعة. اتش تو اللي هو التبكال فلور تلاتة. يبقى الارتفاع الكل تسعة وعشرين متر. طب ان اللي هي النورمال فورس هي عبارة عن دابليو افرج في ايه? في ان. دابليو افرج بتاعت الضوح نفرض انها اتناشر كيلو نيوتين على المتر سكوير. يبقى كل متر سكوير. اللود اللي عليه او وزنه اتناشر كيلو نيوتين. الايه? الاريا اوف وان فلور اللي هي عشرين في عشرين. يبقى الان لما نعوض في المعادلة هتبقى اتناشر في ربعمية في تسعة. ادينا تلاتة واربعين الف ومتين كيلو نيوتين. الايه? هنحسبها ازاي? عندنا المعادلة بتاعة الايه ديبندا على الكمبراسيف سترينس اللي هي خمسة وعشرين. حسبنا الايه. ممكن نحولها للكيلو نيوتين. فيطلع اتنين وعشرين الف عشرة قس تلاتة. طب بالنسبة للشيرولز اللي عندي. السيكنس تلاتة من عشرة. الطول خمسة متر. يبقى بنحسب الايه. اللي هي البي في التي تكعيب على اتناشر. البي اللي هو الويتس. والتي اللي هو اللينس. يبقى بي تي كيوب على اتناشر. عدينا الاي. نكمل مع بعض. يبقى الالفة حتساوي اتش بي اللي احنا حسبناها. مضروبة في جزر ان. اللي هو التوتال نورمال فورس. على اتنين. ليه اتنين? لان انا عندي اتنين شيرول. في ال اي في الاي. يطلع الالفة عندي نص. الالفة نص يعني اقل من ستة من عشرة. يبقى الكلام زع عندي بريست ات ال اكس ديركشن.